طلبنا الأعزاء في الصفة العاشر إحنا الآن في آخر فصل من الهندسة التحليلية والهندسة الفراغية أو هندسة الفضاء الآن ما نعرف شو المقصود بهندسة الفضاء أو الهندسة الفراغية وناخد أهم المصطلحات والمفاهيم الموجودة فيها نعرف معانيها ومفاهيمها ونعرف شو المقصود أو بعض الأفكار والنتجات الموجودة فيها الآن من أهم الشغلات اللي إحنا لازم نعرفها بالهندسة الفضائية مسلمات الهندسة الفضائية في عنا ست مسلمات لازم نكون عارفينهم إيش مقصود بكلمة المسلمات ونعرف أيضا ما هو ما هي أوضاع المستقيمات والمستويات في الفضاء وإيش معنى كلمة مستقيم وإيش معنى كلمة مستوى في الفضاء الآن نتجات هذا الفصل زي ما حكينا نتعرف على المسلمات نحكم على صحة عبارات رياضية أو خطائها ونتعرف على أوضاع المستقيمات والمستويات في الفضاء الآن أول شيء ممكن يخطر على بالنا في هذا الفصل ما هو الفرق ما بين الهندسة المستوية والهندسة الفضائية شباب الآن الهندسة المستوية مثل ما احنا شايفين هي تمثل عبارة عن أسطح يعني سطح الطاولة هو عبارة عن سطح مستوي أيضا سطح الكتاب هو عبارة عن سطح مستوي الجدار في داخل الغرف اللي انت موجود فيها هو عبارة عن سطح مستوي الآن الهندسة الفضائية المكعب اللي انت شايفه يحتوي في داخله على فرق فهو يمثل جزء من الهندسة الفضائية أو الهندسة الفراغية الغرف اللي انت موجود فيها المكونة من مجموعة من الأسطح حيث أن الجدار هو عبارة عن سطح مستوي ومستويات الآن مجموعة المستويات الموجودة في الغرف اللي انت موجود فيها مع بعضها البعض الستة بتكون الغرفة الغرفة هي جزء من الهندسة الفضائية الآن خلينا نشوف إيش الفرق بينهم الهندسة المستوية تتمثل العلاقة بين مستقيمين بالهندسة المستوية وذلك إما أن يكونان متوازيان أو متقاطعان شايفين إحنا هذا السطح هو عبارة عن ألف باجيم دال في عندي أربع مستقيمات هاي المستقيمات جميحة تونس عندي هذا المستوى الموجود أمامكم هاي المستقيمات الموجودة على الأطراف هي كل مستقيمين متقابلين متوازيين بالتالي كون عندي سطح أو بسميه مستوى الآن نيجي على الهندسة الفضائية المستقيمين بالهندسة الفضائية إما أن يكونان متوازيان أو متقاطعان هاي أنا عندي هذا المكعب هذا أنا عندي مستقيم وهذا عندي مستقيم هذا عندي مستوى سطح وهذا سطح وهذا سطح مستوى مستوى إذن أنا عندي ست مستويات الآن كل مستوى يتكون من مستقيمات هاي المستقيمات إما تكون متوازية هذا المستقيم يوازي هذا المستقيم أو متقاطعة هذا المستقيم يقاطع هذا المستقيم في نقطة محددة هاي هون موجودة أمامك إذن الهندسة الفضائية المستقيمين بالهندسة الفضائية إما أن يكونان متوازيان أو متقاطعان في نقطة محددة أو متخالفان شو يعني المستقيمات بتكون متخالفة يعني أنا عندي هذا المستقيم يخالف هذا المستقيم هذا المستقيم يقع في مستوى في سطح وهذا المستقيم يقع في مستوى أو سطح آخر فهذا المستقيم وهذا المستقيم يحكي عنهم متخالفان يعني أي لا يوجد مستوى واحد يحويهما ليس هذا المستقيم وهذا المستقيم غير متواجدين في نفس المستوى الآن بهذه الوحدة أو بهذا الفصل نفهم بعض المصطلحات وإيش مقصود فيها ما المقصود لكل من المصطلحات والمفاهيم التالية مفردات غير معرفة مسلمات مبرهنات الآن المبرهنات كلنا بنعرف من أيام زمان أن المبرهنات عبارات لابد من إثبات صحتها عن طريق البرهان شيء ثابت إحنا ما بنقدر ناخد في المقولة محددة إلا لما نبرهن مدى صحة هاي مبرهنة عكس المسلمات المسلمات هي عبارة عن عبارات ثابتة محددة غير قابلة للنقاش واليوم نحن نتعرف على ست مسلمات بالهندسة الفضائية في عنا مفردات غير معرفة وهي المفردات هي رح تمر معنا بهذا الدرس المفردات الغير معرفة من أهمها النقطة خلينا نطلع هون إيش هي النقطة نرمز لها بأحد الأحرف الهجائية ألف باجيم ويمكن تمثيلها بأثر القلم على الورقة أو رأس الدبوس نقطة كلنا بنعرف إيش هي النقطة هذا الرأس الموجود أمامكم نقطة نجح هذا الشكل هون هاي جيم هون نقطة سين ممكن تحكي عنها نقطة إذن النقطة هي عبارة عن شيء بسيط دقيق جدا نجح المستقيم المستقيم كلنا بنعرف شو هو المستقيم هذا هيك المستقيم هو مستقيم يمتد إلى ما لا نهاية من طرفين مثل حافة الكتاب أو حافة الكتاب الباب أو الكتاب يعني أنت أمامك الكتاب حفة الكتاب هي عبارة عن مستقيم حفة الباب هي مستقيم الغرف اللي أنت فيها الجدار اللي هو فيه كل جدار يحتوي على أربع مستقيمات اللي هي بتمثل الحواف الأربعة إله لهذا المستقيم ألف باع هنا بشكل موجود أمامي هو عبارة عن مستقيم الآن المستقيم بالهندسة الفضائية إحنا بنسميه مثلا ألف باع المستقيم ألف باع أو ممكن أني أحكي المستقيم ألف أو المستقيم باع الآن المستوى إيش مقصود بالمستوى؟ حكينا المستوى هو السطح سطح طاولة، سطح الكتاب، جزار الغرفة هي عبارة عن مستويات الآن كيف إحنا بنسميه المستوى؟ يمثل بالسطح المستوي والممتد من جميع أطرافه إلى ما لا نهاية وهو يمثل شكل هندسي قد يكون شكل رباعي مربع، مستطيل، توازل أطلع أو منحنى مغلق ويرمز له بأحد الأحرف الهجائية هذا عندي شكل المربع بقدر أحكي عنه هنا هي عندي فيه رمز له هنا السين بقدر أحكي عنه المستوى السين أو السطح سين أو ممكن أسميه بثلاث حروف من الأحرف الهجائية ألف با جيم إذن أنا السطح بسميه إما السطح أو المستوى السين أو بثلاث حروف ألف با جيم من الأمثلة على المستويات زي ما حكينا سطح الطاولة وجدار الغرفة المسلمات ما هي المسلمات؟ المسلمات زي ما حكينا هي حقائق ثابتة غير قابل النقاش نقبل بصحتها دون برهان حكينا في عندي المسلمات نعرف إيش هي المسلمات الستة وإيش علاقتها بالهندسي الفضائية بحكي لي أي نقطتين مختلفتين هاي أنا عندي هنا بابة فتحة يوجد مستقيم واحد فقط يحويهما إن تحط أي نقطتين بالمصدر والقلام واصل بينهم شو بتكون عندي؟ مستقيم هاي مسلمة ثابتة ما بتتغير أي نقطتين مختلفتين يوجد مستقيم واحد فقط يحويهما طيب المسلمة الثانية إذا تقاطع مستقيما مختلفان فإنهم يتقاطعان فيه نقطة معلومة هاي أنا عندي هذا المستقيم وهذا المستقيم اتقاطع بنقطة محددة اللي هي نقطة ميم هل هاي النقطة أو هاي المسلمة فيها شيء مش واضح؟ لا أي مستقيمين بتقاطعوا؟ لابد أن يتقاطعوا بنقطة واحدة ومحددة شوف المسلمة الثالثة بحكي لنا لأي نقطة خارج مستقيم أنا عندي هذا المستقيم عند النقطة كاف خارج هذا المستقيم معلوم يوجد مستقيم واحد فقط يمر بها ويوازي أنا عندي هذا المستقيم مرة ثانية عند النقطة كيف هاي النقطة كيف أنا بإمكاني أمد منها مستقيم هذا المستقيم أنا لما أمده رح يكون ماله يوازي المستقيم الأول إذن هاي النقطة فقط مستقيم واحد بمر منها شرط أن يكون يوازي المستقيم الأصلي وهي أيضا مسلمة ثابتة مسلمة أربعة لأي ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة يوجد مستوى واحد فقط يحويها جميعها هاي أنا عندي نقطة هون لو أوصل بين هاي النقاط الثلاثة رح يتكون عندي مثلت شرط أن هاي النقاط الثلاثة ما تكون عندي على نفس الاستقامة ولما تتكون هاي النقاط الثلاثة وأنا أوصل بينها رح يتكون عندي إيش مستوى يعني بمعنى آخر سطح هاي مثلت سطح مستوى نشوف المسلمة الخامسة إذا وقعت نقطة ثاني في مستوى فإن المستقيم الذي يحويه ما يقع بأكمله في المستوى إحنا حكينا في السابق إنه لو يكون في عندي نقطة ثاني وأوصل بينهم رح يتكون عندي مستقيم فهذا المستقيم وين يكون؟ وينه يسبح في الفضاء؟ شيء طبيعي طالما تكون المستقيم عدد هو موجود في مكان هذا المكان هو المستوى أو السطح فأي النقطة تتم إيصال بينهم وبتكون عندي مستقيم هذا المستقيم كامل مكمل رح يكون موجود عندي وين في مستوى بسمي هذا كله مستوى أو سطح هاي المسلمة الخامسة خلينا نشوف السادسة إذا تقاطع مستويان مختلفان فإنهما إذا قاطعان في مستقيم طلعا على هذا الشكل هو عبارة عن مجسم في داخله فراغ فهو جدء من الهندسة الفضائية إحنا حكينا المجسمات أنا عندي هذا هيك سطح مستوى هذا مستوى هذا مستوى وإضا في عندي كمان ثلاث مستويان الآن هذا المستوى وهذا المستوى يتقاطعوا مع بعض في مستقيم هاي هذا مستقيم أي مستويين في أي مجسم رح يتقاطعوا في مستقيم إذا تقاطعوا مستويان مختلفان فإنهم يتقاطعون في مستقيم معلوم وأيضا هذا المستوى وهذا المستوى بتقاطعوا بهذا المستقيم هذا المستوى وهذا المستوى بتقاطعوا بهذا المستقيم إحنا خلصنا ست مسلمات طيب خلينا نشوف ما هي شروط تعيين مستوى واحد احنا اخذنا بالحكي اللي اخذناه واللي حكيناه قبل شوي حكينا انه انا عندي ست مسلمات وهي مسلمات لها علاقة اوضح لها علاقة لها بالهندسة الفراغية طيب احنا حكينا نستقيم مجموعة غير منتهية من النقاط واضح تمام وتقع جميعها على استقامة واحدة بينما المستوى هو مجموعة غير منتهية من النقاط ينطبق عليها المستقيم في جميع الاوضاع يعني المستوى حكينا بتكون او حوافه بتكون هي عبارة عن مستقيمات ايه الشروط تعيين مستوى واحد لما نحكي هذا مستوى هذا مستوى هذا مستوى كيف بتكون المستوى المستوى بتكون من المسلمات اللي احنا حكينا عنها في اربع حالات الحالات الاربع اللي هي لما يكون عندي ثلاث نقاط مرتبة مش بشكل مستقيم بتكون عندي بهذه الحالة عندنا مستوى إذن ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة ما لها بتكون عندي أو بتكون من شروط تعيين مستوى واحد الحالة الثانية لما يكون عندي مستقيم ومنقابل نقطة إذن مستقيم ونقطة لا تنتمي إلي بالمقابل هيك حالة رح تكون عندي مستوى الحالة الثالثة وجود مستقيمين متوازيين بكون مستوى وجود مستقيمين متقاطعين بكون مستوى إذن ما هي الحالات الأربعة التي تسمح بوجود المستويات إما ثلاث نقاط مباثرة أو مستقيم مقابل النقطة مستقيمين متوازيين مستقيمين متقاطعين في هيك حالة بتكون عندي المستويات الآن هنا في عندي مصطلح الفراغ إيش هو مقصود في الفراغ؟ هو مجموعة غير منتهية من النقاط تحت ويد المستويات يعني حكينا الفراغ يعني موجود مجموعة من الأسطح منتصلة مع بعضها البعض ولا تتقاطع بنقاط وبمستقيمات حتى إنها تعمل على تكوين المجسنات فهي بالتالي تكون الهندسة الفراغية هنشوفونا عندنا سؤال كيف ممكن تجينا الأسئلة تحكي ده إيش علاقة تقول هذه الحكيناها أخذنا إيش معنا نقطة إيش معنا مستقيم إيش معنا المستوى إيش معنا الهندسة المستوى وإيش معنا الهندسة الفراغية كيف ممكن يجي عليها كطالب تحكي ده شو الأسئلة ممكن نتيجة عليها الآن أنا عندك هذا المجسم زي ما هو موجود أمامك ممكن تحدد أربع نقاط توجد في هذا المجسم أو في هذا الشكل الآن انتباه هون هيتمثل نقطة 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 وهي كمان أيضا نقاط إيش هي النقطة؟ النقطة بتمثل نقطة التقاء أو تقاطع المستقيمات مع بعضها البعض أو نقطة التقاء مستقيم مع مستوى هاي أنا عندي هنا المستوى هذا واضح وعندي هاي نقطة وعندي هذا مستقيم هذا المستقيم يتقاطع مع هذا السطح أو هذا المستوى في هذه النقطة وأيضا هذا المستقيم وهذا المستقيم بلتقوا مع بعض أو بتقاطعوا بهذه النقطة فهي هي النقطة حدث ثلاث مستقيمات حكينا حواف أي سطح هي عبارة عن مستقيمات هاي أنا عندي مستقيم هاي عندي مستقيم هاي هنا مستقيم وان مستقيم وان مستقيم حدد ثلاث مستويات حكينا عشو المستوى سطح هاي مستوى هاي مستوى ايضا في عندي الجهة التانية في عندي هون ست مستويات حدد مستقيمين يتقاطعاني بنقطة محددة حكينا هاي مستقيم وهاي مستقيم وهاي بتقاطع بهذه النقطة المحددة ممكن هاي مستقيم وهاي مستقيم بتقاطع بهذه النقطة المحددة طيب حدد مستويين يتقاطعاني في مستقيم حكينا عشان يتصل مستوى مع مستوى لازم يتقاطع في مستقيم فهذا المستقيم يمثل نقطة ارتقاء وتقاطع هذا المستوى مع هذا المستوى حدد مستقيمين يقعان بمستويين مختلفين هيا أنا عندي مستوى هون عندي مستوى هذا عندي مستقيم وهذا عندي مستقيم هذا المستقيم يقع في هذا المستوى وهذا المستقيم يقع في هذا المستوى فهذا المستقيم وهذا المستقيم ما لهم يقع فيه عندي مستويين مختلفين نجي هنا بالرمز يمكنك تكون معك ورقة وكلاب وتكتب الإجابات أو يمكنك تستوعبها بعد أن نجاوب على السؤال مرة تانية لحالك اذكر ثلاث نقاط مستقيمة إيش يعني لما أحكي لك اذكر ثلاث نقاط مستقيمة كلمة مستقيمة اكتبها ملاحظة يعني أن النقاط تقع على استقامة واحدة في مستقيم بدور هون وين تكون في عندي ثلاث نقاط مستقيمة هيا أنا عندي هذا مستقيم حكينا شوه معنى المستقيم ثا ها مستقيم هل في ثلاث نقاط تقع في أو عليه نعم ثا والحرف اليا وحرف الها ثا يا ها هي عبارة عن ثلاث نقاط تقع على استقامة واحدة يعني كلمة استقامة واحدة أو مستقيمة يعني تقع على نفس المستقيم اذكر ثلاث نقاط ليست مستقيمة ليست مستقيم يعني لا تقع على نفس المستقيم بقدر أحكي ثا ها دال هي ثا هي ها هي دال ثا وها تقع على نفس المستقيم لكن واو لا تقع على نفس المستقيم دال عفوا تقع على مستقيم آخر خمس نقاط مستوية شو يعني خمس نقاط مستوية بأخذ أنا الكلمة الأخيرة للمستوية يعني خمس نقاط تقع في نفس المستوى من وين هون ممكن أجيب خمس نقاط تقع على نفس المستوى خليني أأخذ هون هاي أنا عندي هذا عندي هيك يمثل ماله سطح مستوى هذا المستوى في علي خمس نقاط نعم هاي واحد هاي تنتين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة طيب خلنا نشوف اللي بعده مستويين متقاطعين واذكر مستقيم تقاطعهما مستويين متقاطعين حكينا المستقيمات عفوا المستويات ما بتتقاطع إلا بمستقيم خلنا نشوف أنا عندي هاي ثا هاي هاي دال حكينا كيف بنسمي المستوى حكينا بثلاث نقاط أو بنقطة واحدة ثا ها دال هذا مستوى فيه كمان مستوى عندي آخر ثا دال جيم أيضا كمان مستوى هذا مستوى وثا دال جيم مستوى ثا ها ودال وثا دال جيم مستويين بتقاطعوا بمستقيم أنه مستقيم اللي هيه ثا دال شوف اللي بعد ديها ممكن نأخذ أمثلة تانية ثا با جيم مستوى طيب ثا جيم دال مستوى بتقاطع على المستقيم من هو المستقيم؟ ثا جيم رحي على بعده مستقيم يقطع المستوى ثا ها دال وين ثا ها دال؟ ثا ها دال بدنا مستقيم يقطعه شو يعني مستقيم يقطعه؟ شباب صبايا دائما المستقيم يقطع المستوى في نقطة حكينا ملاحظة إكتبها المستوى يقطع مستوى آخر بمستقيم لكن المستوى يقطع مستقيم بنقطة فهذا المستوى يقطع طالب مني مستقيم يقطعه هي باخد جيم دال هاي جيم دال يقطع هذا المستوى بأي نقطة بالنقطة دال بالنقطة دال طيب ما يجي بعدها مستويين يحويان المستقيم ثابة باقرب على ثابة هون ثابة؟ هيثا هيبا بده مستويين بيحو هذا المستقيم الذي هو ثابة في و against مش أنا هي عندي ثابة باقرب نفسه المستقيم ثاب جيم صار مستوى وثاب ها مستوى آخر الآن المستوى ثاب ها والمستوى ثاب جيم مستويين بتقاطعوا بالمستقيم ثاب ثلاث مستويات تتقاطع في نقطة واحدة أيضا المستويات بتتقاطع في نقطة واحدة أنا عندي هاي كيف مستوى وهي أنا عندي هاي المستوى والقاعدة الأرضية مستوى جميعهم بتقاطعوا بالنقطة دال بعيد فا دال ها هذا عبارة عن مستوى فا دال جيم مستوى في مستقيم القاعدة ومستوى القاعدة اللي هو ها دال جيم هاي القاعدة هدول الثلاث مستويات بتلاقوا بالنقطة دال بتقاطعوا بالنقطة دال اللي هي نقطة واحدة طيب الآن حتى يكون علينا تطبيق سهل خلينا نشوف جميعنا السؤال الأول من أسئلة الدرس الأول بهذا الفصل صفحة 76 أنا عندي زي ما تشايفين هرم إيش معطيني إيش طالب مننا طالب مننا مجموعة أسئلة على هذا الشكل طالب مننا إنا نجاوبها الآن هذا الشكل نغل المثله على شكل شبكة زي ما أنتوا شايفين هاي أنا عندي هنا شبكة نفس الشكل بنفس الرموز خلينا نطبق على الشكلين بنفس الوقت حتى تكون عندكم سهولة بعملية التطبيق الفره الأول إيش طالب مننا طالب مننا ثلاث نقاط مستقيمة هاي نطلع هون إيش يعني ثلاث نقاط مستقيمة حكينا تقع على مستقيم واحد هاي أنا عندي هنا نقطة ألف نقطة ميم نقطة با تقع على نفس الاستقامة نجي الفره لبعده ثلاث نقاط ليست مستقيمة شو يعني ثلاث نقاط ليست مستقيمة يعني لا تقع على مستقيم 1 ممكن أن تحكي ألف ب دل لا تقع على مستقيم 1 هناك نقطة أخرى أو ممكن ألف لا تقع على نفس الاستقامة خمس نقاط مستوية كلمة مستوية يعني التقع في مستوى 1 أين عندي خمس نقاط تقع على مستوى 1 حكينا هذا هيك مستوى مستوى القاعدة مستوى القاعدة مربعة الشكل خلينا نشوف خمس نقاط فيها عندي ألف ميم بفتحة جيم دال إذن القاعدة كلها فيها خمس نقاط مستوية يعني تقع في مستوى واحد أربع نقاط غير مستوية أربع نقاط غير مستوية يعني لا تقع على مستوى واحد خلينا نشوف عندي ها عندي با عندي ألف بنفس المستوى لحد الآن مع الدال أصبحت لا تقع في نفس المستوى الآن مستويين متقاطعان تسميه مستقيم التقاطع أنا عندي هاي وعندي مستوى وهاي أيضا كمان مستوى شنو مستقيم بتقاطع فيه هابا مستقيم هابا هذا مستقيم هو مستقيم التقاطع على مستويين من هم يهدر المستويين ألف هابا والمستوى الثاني ها با جيم هذول المستويين بتقاطعوا بالمستقيم ها با نجي للي بعده مستقيم يقطع المستوى با جيم ها وين با جيم ها؟ با جيم ها إيش طالب مننا إحنا؟ مستقيم يقطعه طبعا المستقيم عشان يقطع المستوى با جيم ها رح يقطعه في نقطة حكينا الآن وين في المستقيم يقطع هذا المستوى؟ نجي هون المستقيم ألف با يقطع هذا المستوى في النقطة با أيضا المستقيم دال جيم يقطع هذا المستوى في النقطة جيم لازم نحدد النقطة اللي بيقطع فيها المستقيم بنعيد أو بعيد عندي هون ألف با مستقيم يقطع المستوى با ها جيم في النقطة با بس ملاحظة هنا بالنسبة لتسمية المستويات أنت بإمكانك تسمي المستوى بأكتر من طريقة يعني ها با جيم هو مستوى ممكن طالب آخر يسمي ها جيم با ممكن طالب آخر جيم با ها بالتلات حالات إحنا حكينا نفس المستوى طيب نشوف أيضا مستقيم لا يقطع المستوى ألف دال ها ألف دال ها هاي ألف دال ألف دال ها هاد هيك هذا مالو مستوى مالو هذا المستوى بدا مستقيم ما بقطعه ها با هل يقطعه نعم يقطعه في نقطة ها طيب با جيم خلينا نشوف هون أنا برجو بذكر انتبه هذا المستوى طالب مني مستقيم ما بيقطعه باختار مستقيم ما بيقطع بأي نقطة غير النقاط الثلاثة اللي هي دال وها وألف نجي هون في عندي با جيم هذا المستقيم با جيم ما بيقطع هذا المستوى في أي نقطة أيا كانت طيب نجي للبعض هيها مستويين يحويان المستقيم دال جيم هاي أنا عندي دال هاي جيم هاي دال جيم هذا أنا عندي مالو مستقيم بدي مستويين يحويان هذا المستقيم وين في عندي مستويات تحوي هذا المستقيم بمعنى آخر إن يكون هذا المستقيم هو أحد أضلاع المستوى دال جيم ها هاي هذا هيك هذا المستوى يحوي على دال جيم أيضا عندي القاعدة دال جيم با هاي القاعدة هاي تحوي دال جيم المستقيم ثلاثة مستويات تتقاطع في نقطة واحدة هاي نقطة الرأس ها هل في عندي ثلاث مستويات تتقطع بهذه النقطة ها نعم با مستوى ها جيم مستوى تنين با ها ألف مستوى أيضا جيم ها دال مستوى هذا المستوى وهذا المستوى وهذا المستوى وهذا المستوى بيتقاطع به النقطة جيم هيك إحنا نقدر من خلال الشكل بالرموز اللي عليه نحدد المعطيات وكذلك الأمر والتزمنا بالشكل الموجود عندي بالكتاب أيضا مش صعب علينا أن نكون بعملية تحديد المطلوب الآن نيجي لفكرة الدرس الثاني من هذا الفصل واللي هو أوضاع المستقيمات والمستويات في الفضاء شو يعني؟ يعني من نعرف إيش هي علاقة المستقيمات ما باضها البعض في الفضاء إيش علاقة المستقيمات مع المستويات في الفضاء وإيش علاقة المستويات مع بعضها البعض في الفضاء أيضا خلينا نشوف هذا الفيديو اللي بنا نعرضه ننتبه لأ العلاقة من خلاله وبعديها بننجاوب على الأسئلة الموجودة فيه بالبداية علاقة مستقيمين مع بعضهم البعض بالفراغ أولاً يكونان متوازيان ويحويهما مستوى واحد خلينا ننتبه ونتأمل الشكل المليح من خلاله نقدر نفهم الأفكار الموجودة عنا وإيش هي علاقة كل مستقيمين مع بعضهم البعض في الفراغ أول حالة بيكون متوازيين ويحويهما مستوى واحد زي ما احنا شايفين بالشكل تنين متقاطعين في نقطة احنا حكينا المستقيمات بتتقطع في نقطة واحدة ومثلنا هذا الحكي بعديد أشكال وهي واضحة أمامنا بهذا الفيديو وفي عنا حالة من ضمن متقاطعين في نقطة هم بيكونوا متعامدين خلينا نشوف كيف يعني متعامدين كيف يكونولي الزاوية القائمة الحالة الثالثة متخالفين لا يحويهما مستوى واحد مستويين مستقيمين في الفراغ بيكونوا متخالفين يعني كل واحد رح يكون عندي في مستوى الآن نشوف الحالة الثانية اللي هي مستويين في الفراغ إيش علاقة مستويين في الفراغ أولا بيكونوا متوازيين شو يعني متوازيين بالأعلى يوازل بالأسفل والأطراف كل مستويين متقابلين يكونوا متوازيين متقاطعين بفصل مشترك شو يعني متقاطعين حكينا أنا عندي المستوى بقاطع مستوى آخر بمستقيم هون بعرضنا الفيديو لحالات متعددة ومختلفة حالة خاصة متعامدين لما يكون أنا عندي مستوى بالفراغ يكونوا متعامدين نشيط طبيع متعامدين يعني أنهم بكونوا زاوية قائمة مثل ما هو واضح عندي أمامي بالشكل أيوا بالضبط هون هاي شكال عندي زاوية قائمة طيب خلينا نشوف إيش علاقة مستقيم ومستوى مع بعض بنفس الوقت في الفضاء مستقيم يوازي المستوى متى المستقيم يوازي المستوى يكون أنا عندي مستوى ويكون المستقيم الآخر في المستوى الذي يوازي أصلاً المستوى الأصلي حالي خاصة مستقيم يقع على المستوى لما المستقيم يكون هو أحد الأطراف الأربع على هذا المستوى الشيط طبيعي ينطبق عليه يكون أيضاً من ضمن أنه يوازي مستقيم قاطع للمستوى في نقطة هم نعرف أنه المستقيم يقطع مستوى في نقطة محددة قليل ننتبه هون على الشكل كيف الحركة الأعمدة مع المستويات ترجمة نانسي قنقر المستقيم قاطع المستوى في نقطة الحالي خاصة يمثلها أن المستقيم يعامد المستوى طبعاً الحالات موجودة عندنا وملخصها بشكل نقاط في الكتاب لكن حبينا أنك أنت تستنتجها من خلال الفيديو اللي أنت شاهدته خلينا نتبع العلاقات تحدث عن العلاقة بين مستقيمين بالهندسة المستوية ومستقيمين بالهندسة الفضائية احنا حضرنا الفيديو بمثل العلاقة ما بينهم بالهندسة الفضائية الان مقارنة او سؤال طب ايش هي علاقة المستقيمات مع بعضها البعض بالهندسة المستوية وايش الفرق ما بين علاقتها بالهندسة المستوية وعلاقتها بالهندسة الفضائية خلينا نشوفهم في الهندسة المستوية تكون دائما المستقيمات اما متوازيان او متقاطعان اي شو يعني متقاطعان اي يشتركان بنقطة واحدة احنا اخذنا هذا الحاجة الآن في الهندس الفضائية إيش بتكون علاقة المستقيمات مع بعضها البعض إما متوازيان أي يقعان بنفس المستوى ولا يتقاطعان أو متقاطعان أي يشتركان بنقطة واحدة أو متخالفان أي لا يوجد مستوى واحد يحويه ما حكينا يكون مستقيم في مستوى والمستقيم آخر في مستوى آخر تاني شرط ما بيكونوا متوازيين هون هذا الأسئلة خلينا نجاوبها وهي أسئلة الكتاب كيف يكون إحنا تقريبا نغطينا على الموظف للأسئلة الموجودة بالكتاب السؤال التاني بيحكي لك من الدرس الأول ما عدد المستويات التي يمكن رسمها بحيث يمر كل منها عدد المستويات انتبه بثلاث نقاط مستقيمة إحنا حكينا لما يكون عندي ثلاث نقاط مستقيمة يعني تشكل خط مستقيم طالما شكلت خط مستقيم معناته بهيك حالة قد تشكل عدد لا نهائي من المستويات المتعددة أو المختلفة هاي أنا عندي خلينا نفترض هاي نقاط عندي مستقيمة على استقامة واحدة قد تشكل مستويات بعدة أشكال وبعدة طرق وبالتالي أي مكان توجد فيه هي تشكل مستوى إذن ثلاث نقاط مستقيمة عدد لا نهائي من المستويات رؤوس متوازل أضلاء متوازل أضلاء لما يكون إنا عندي موجود متوازل أضلاء مكون من أربع نقاط طيب هذا متوازل أضلاء مكون من أربع نقاط شو المستوى راح يكون ليه كم مستوى فقط مستوى واحد وكون مستوى من أربع نقاط أربع رؤوس إله وإحنا حكينا أصلا المستوى هو قد يكون شكل هندسي مربع مستطيل متوازي أضلع أو شكل مغلق رؤوس هرم ثلاثي الآن ننتبه لرؤوس الهرم الثلاثي رؤوس الهرم الثلاثي يعني يقصد فيها إيش يعني المجسم يكونوا شايفينه قبل شوي يحتوي بداخله فراغ طب الرؤوس الهرم الثلاثي هذا المجسم هل يشكل مستوى ولا عدة مستويات إحنا نعرف أنه أصلا الهرم مكون من عدة مستويات مجموعة مستويات متصلة مع بعضها البعض كونت الهرم الثلاثي إذن الرؤوس كليتها أنها بهاي الحالة مستحيل أنها تشكل مستوى واحد إذن صفر الإجابة ثلاثة من رؤوس هرم ثلاثي لو أخدت واجه واحد مستوى واحد من مستويات الهرم الثلاثي بلاحظ المكون من ثلاث رؤوس وثلاث رؤوس نحن نعرف من ضمن المسلمات إنها بتكون عندي مستوى واحد إذن فهي بتكون مستوى واحد رؤوس الهرم هو مجسم إذن ما فيه له عندي هنا مستويات لكن ثلاثة من رؤوس هرم ثلاثة للمستوى الواحد نعم يكون مستوى واحد سؤال اللي بعده هذا آخر سؤال من الدرس الأول أي العبارات الأثية صحيحة يوجد أكثر من المستوى يمر مستقيمين متوازيين حسب المستقيمين المتوازيين حسب المسلمات حكينا يوجد مستوى واحد فقط يحويهما مسلم غير قابل للنقاش لكن هاي العبارة اللي هو كاتبها يحكي لي أنه يوجد أكثر من مستوى خطأ يوجد مستوى واحد فقط يحويهما يوجد مستوى واحد فقط يمر بمستقيم معلوم المستقيم المعلوم الواحد حكينا أنه بشكل ماله أكثر من مستوى فهذه خاطئة ليست واحد أكثر يقع المربع بيأكمله في مستوى واحد نعم حقيقة المربع المستطير المتوازل أضلع بشكل مستوى واحد لا يوجد مستويان غير متقاطعون خطأ في عندي مستويات متقاطعة في عندي متوازية إذن هي عبارة خاطئة تشوف هذا الشكل تأمل الشكل التالي وأجب عما يليه من أسئلة ورقة عمل تقييمية هذا السؤال لكم الأسئلة موجودة وراه بتكتبوها وتجاوبوا على الأسئلة بناء على الأفرع الموجودة عندنا وإحنا هذا شرحنا زيه حللنا سؤال هنا عندنا حللنا سؤال الأول من الكتاب من الدرس الأول حللنا السؤال الثاني والثالث من أسئلة الدرس الأول فبالتالي تقدر تجاومي على هذا السؤال وبتم إرسال الإجابة هاي الأسئلة اللي عليه احتمالا على الشكل السابق وأجب عما يليه من الأسئلة اذكر أربع مستويات تقاطع كل منها مع المستوى بابة فتحة جيم فتحة طبعا موجود عندكم بالشكل بتكتبوا الأسئلة بتجاوبوها على الشكل ثلاثة أزواج من المستويات المتوازية سمي خمسة مستقيمات يوازي كل منها مستوى هابة جيم حل المستويات هابة جيم والمستوى دال هابة متوازيان اذكر أربعة مستقيمات كل منها يوازي باجيم لهون يعطيكم العافية هيك إحنا أنهينا وغطينا كل المطلوب مننا بهذا الفصل يشمل الدرسين الموجودين بما فيهم الأسئلة والإجابة عليها الآن إذا السؤال عندكم واجب بتجاوبونا عليه وأيضا السؤال الأول من صفحة 79 من الأسئلة للدرس الثاني أيضا بتجاوبونا عليها حتى إنا نشوف مدى التمكن من هاي المادة وبتم إرسال الإجابات يعطيكم الفعافية ترجمة نانسي قنقر